فيما يخص النادي الاهلي في حكاية حكاية مهمة جدا تخص محمد عبد المنعم مدافع الفريق بحسب مصادرنا في النادي الاهلي في شركة انجليزية تتولى عملية تسويق محمد عبد المنعم خارجيا بلغت محمد عبد المنعم ان في اكتر من نادي اشادوا بالمستوى اللي قدموا اللاعب خلال الفترات الماضية وخلال كأس الامم الافريقية وان الاندية دي مستعدة انها تقدم عروض رسمية للنادي الاهلي في نهاية الموسم والشركة الانجليزية دي تبلغت الاندية انه الاهلي رفض هذا الامر رفض انه يستغنى عن محمد عبد المنعم في فترة الانتقالات يناير وبالتالي اجيلوا الامر لنهاية الموسم النادي الاهلي وعد محمد عبد المنعم انه هيوافق على احترافه بس بنهاية الموسم لو جه العرض المناسب وطلبوا منه انه هو يوقع على تمديد عقده لمدة خمس سنين جاية طيب وهيددولوا بالمناسبة فيها اولى 16 مليون جنيه في الموسم هو بياخد دلوقتي تقريبا من 7 ل 8 مليون جنيه في الموسم فده ضعف الرقم اللي هو بياخده حاليا عبد المنعم رافض فكرة انه هو يزود عدد السنوات كده كده عقد محمد عبد المنعم متبقى ليه الموسم ده وموسمين جايين الاهلي عايزهم لحد خمس مواسم خد بالك ده بيفرق كتير في البيع وفي الشرق يعني ايه يعني لو انا عقد اللاعم معايا خمس سنين غلما يبقى عقده وفاضل فيه سنتين خمس سنين بطلب رقم اكبر سنتين رقم ألوها كذا يعني طبيعة الحال فدي حكاية محمد عبد المنعم غالبا محمد عبد المنعم هيحترف بنهاية الموسم غالبا يعني ناشي